اذا نكملي معكم مطبخ رؤية معنا بي والان الطبق الرابع طبق كثير هلثي سلطة الخضار المشوية خلونا نشوف مقاديرها ونبدأ فيها مباشرة بدنا اتنين كوب خضار مقطعة مكعبات او جوليان كل من بصل جزر كوسة فلفل كراث بندورا تشيري الاخره بدنا ملعقتين زيت زيتون وبدنا اتنين ملعقة كبيرة من الخل البلسمي وطبعا بدنا اكيد بدنا ملح وبدنا فلفل مباشرة نبدأ في عملية شواء لهالخضروات الطيبة وكونوا انا عندي المقلاقة كثير سخنة فمسلاح اضيف الزيت في الاول راح اضيف الزيت بعد شوي هاي جزر هاي كوسة اوكي هاي الفلفلة حسنا بتشوفوا كيف حصير في اكشن هون هاي الكراث روعة وهاي البندورة وشوفوا الان شو حصير معنا لما نضيف الزيت هاي هاي ولعت ولعت مصغوط هاي كيف سمين السوف بدنا سوي عملية الشواء لكلها الخضرات طيبة ونعملها سلطة مع الخل البلسمي هون مباشرة راح اضيف عليها الملح ونضيف عليها الفلفل الابيض شوفوا المنظر محلى للناس البيجتيريان اللي بيحبوا ياكلوا اكل شوفوا كيف عطول بلش عندي الخضار يطلح الريحة الطيبة هو تبلش تاخد لون ما بدا حركها كثير خليها تاخد الشواء او شوفوا كيف منظر حال منظر هون اخدت شوية شواء هون من صلق مقلاة كثير سخنة بالاخر راح اضيف عليها شوية من الأعشاب المفرومة ممكن اضيف عليها الشايفز والتراجون ولكن فش عندكم جيد استعملوا زيي ريحاتي انا مستعمل شوية زعتر ناشف هيطلع الأمور روعة بس الزعتر راح اضيفه في اخر لحظات الشوية وكمان راح اضيف عليها سطف الصيصوص لكن بالاخر مش الامن خلينا نقلب ونشوف ما شاء الله طعم روعة بدي طعم الشواء كمان ينزل او يدخل جوه المقلاة لانه هاي السلطة مش مطبوخة طبخ هاي السلطة بدي اياها يعني في شوية شوي وبرضو الظل فيها حيل يعني ظل فيها انه فيها تكون مقرمشة لما اكل الجزر احس الجزرة بعدها ما استوتش مية في المية لكنيست فيها لونها وفيها نكتها وفيها طعم اذا نذكركم اليوم عملنا كرات اللحم من نبيل بسلطة البندورة والسباكتتي او الباستا قدمناها مع البقدونس المفروم ناعم واضفنا عليها جبنة البرمزان واوراق من الحبق المفرومة بدت عندي هون الامور تصير طيبة راح راح اظلني اشوي فيها لحتى علي يحكيلي مفيش معك وقت يا سلام روعة روعة يا علي خلونا نرتب الامور احنا لون اروع منه احنا كمان شوية من ملح لانه مخدش كله ملح اكي اذا عرفنا كيف منسوي الغريبة كوبين طحين نصف كوب سكر ناعم كوب زبدة طبعا لما نحنا كوب زبدة يعني اصبعين اصبعين زبدة لانه الكوب 200 جرام فتقريبا تقريبا تقريبا فيه بكون الاصبع واحد 97 جرام تقريبا وفي اشي بكون منه مية فاصبعين زبدة او كوب من الزبدة مع كوبين طحين ونصف كوب من السكر الناعم ونصف ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم بنعجنهم كلهم مع بعض بصير في عندي عجينة هاي العجينة بشكلها بالشكل البدية وبزينها بالشكل اللي بدية شوفوا كيف الخضرة في خضرة عندي صارت هيها انشوت صارت جاهزة انشوت ولا اروع منها هاي تقريبا صارت جاهزة زبا هكتلكم راح اضل اشتغل فيها حتى يضل بس دقيقة واحدة يقول لي علي خلاص اشمع وقت عشان اسكبها وتضل ثقنة ونقدمها مباشرة الان اضافة الخل البلسمي في اخر لحظات الشواء حتى انو هذا الخل هيعطيني نكهة كثير طيبة ومعتقة هو طبعا مصنوع من العنب الاسود والفكرة في عملية تخزينه كل مصار قديم اكثر كل معطاني نكهة طيبة اوكي خلقونا الان انضيف الزعتر اللي حاطيني طعم كثير لهالسلطة الخضار المشوية نعملنا تقليبة صغيرة وبسيطة ونحكي مساء الخير لأختنا عايدة كيفك يا عايدة يا هلا يا حي الله يا هلا فيكي يا عافي عمرك تفضلي بدي اسألك على الغريبة نعم فيلها طريقة يعني للبس للعجن اللي بس هيك بسرعة ولا شي خلطيها بس الزبدة تكون على جو الغرفة ما تكونش سايحة ما تكون الجامدة تكون لينة عجنيها زي ما قدامكم سرع قدامكم عجنتها على السريع وشكلتها على السريع وهي بس ما في اشي يلا اوكي دم شوية من الخل البلسمك شمعين الصوت وهي السلطة صارت امورها جاهزة خلونا نسكبها مباشرة بالصحن احلى سلطة مشوية ممكن نقدمها على الفطور هذين كيف اشي رائع جدا 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 اوكي هيا شوفوا الروايح يعني ولا اطيب منها والناس اللي يحبوا هاي القضار او الناس الفينشتيريان ممكن حتى الناس الهلفي اشوي محى صدر جاج حيطلع الامور ممتازة واشي رائع جدا اذا اطباقنا اليوم صارت جاهزة فطر بالدجاج والصلصة البيضة وعملنا السلطة وعملنا الغريبة وكمان عملنا كرات اللحم من نبيل اذا اعزائي اليوم بطبق رؤية مع نبيل خلص ان شاء الله مستمرين معكم في بكرة في حلقة بكرة في نفس الموعد ولبكرة بحكي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته